الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو بات حدثا شبه يومي منذ تدمير طائرتين مسيرتين فوق الكريملين في أوائل مايو الماضي إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كالوغا المتاخمة للعاصمة ما أدى إلى إلحاق ضرر ببعض المباني نتيجة تساقط حطام الطائرة كما أعلنت هيئة الطيران الروسية استئناف الملاحة في المطارات الرئيسية بموسكو بعد تعليق مؤقت بسبب المسيرات لكن أوكرانيا نادرا ما تعلن المسئولية بشكل مباشر عن مثل هذه الهجمات وتؤكد أيضا أن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يدعم الهجوم المضاد رغم وصف بوتين الهجوم بالفاشل مرارا وتكرارا فبعد ثلاثة أشهر من القتال المحتدم يقول الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم على الجبهة الشرقية ويستعيد المزيد من الأراضي التي احتلتها روسيا وتقول وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها استعادت حتى الآن نحو 47 كم مربعا من الأراضي حول باخمود منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو كما أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها جنوبا فيما يزور الرئيس الأوكراني منطقتين دونتسك وزاباروجيا على خط المواجهة في إشارة على التزامه بدعم قواته في ساحة المعركة كما يقول رام عقيلي تارتي عربي